أهلا بكم من جديد تلقى فخامة إغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية رسالة خطية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدالنهيان رئيس الدولة حافظه الله تتضمن دعوة فخامته لزيارة دولة الإمارات في إطار الحرص على تعزيز وتعميق يواصل العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين جاء ذلك خلال استقبال فخامته في مدينة لوكرانو بسويسرا سمو الشيخ عبدالله بن زايدالنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي حيث سلم سموه فخامته الرسالة الخطية كما جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي لإماراتي السويسري في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وناقش الجانبان قضايا المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتبدل وجهة النظر بشانها عقب اللقاء رافق فخامة إغناسيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية اسمو الشيخ عبدالله بن زايدالنهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في زيارة إلى حديقة النبات في جزيرة بريساكو التي تعد من أبرز المقاصد السياحية في سويسرا كما حضر حفل الاستقبال الذي أقيم في إطار فعاليات مهرجان لوكارنو السينمائي ويعد من أعرق المهرجانات الفنية في العالم وتأسس عام 1946 وزار الجانبان مقر مجموعة شاندلر السويسرية لينتاج المصاعد والسلالم الكهربائية التي تعد أحد أكبر وأعرق الشركات العالمية المتخصصة وتأسست عام 1872 وطلع سمو خلال الزيارة على مرافق الشركات المختلفة وخطوط إنتاجها والتقنيات المتقدمة التي تعتمد عليها كما تعرف سموه على البرنامج التدريبي المتخصص التي توفره المجموعة السويسرية للطلبة لتأهيلهم بشكل الأمثل العمل في الشركة بعد التخرج وأشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايدالنهيان بالتقدم الصناعي الذي تشهده سويسر وحرصها على تمكين الشباب للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة حضر اللقاء ورافق سموه خلال الزيارات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزير الدولة لجؤون التعاون الدولي وسعادة الدكتورة حصة عبدالله الاعتيبة سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري وسعادة عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجية